أعلن مصدر إيراني مسؤول مقتل شخصين في بلدة بجنوب غرب البلاد خلال الاحتجاجات التي تجتاح عدة مدن إيرانية لليوم الرابع على التوالي وفي مدينة توسريكان غربي البلاد قتل متظاهر إيراني لترتفع حصيلة القتلى إثرى الاحتجاجات إلى ثمانية متظاهرين وفي سياق متصل أعلنت السلطات الإيرانية أعتقال أكثر من ثلاثمائة وسبعين شخصا وفرضت السلطات الإيرانية قيودا على استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي وذلك في محاولة لوقف الاحتجاجات ضد النظام القابض على السلطة في هذا البلد الذي يعاني أهله جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية